السلام عليكم ده فيديو سريع ارد على سؤال بالنسبة للVR عشان الحلقة اللي عملتها واحد بعتلي انه هو عنده في اللوح بتطلع عنده الارضيات مع انها مش في مستوى القطع لازم تفهم ان الارضيات لها قاعدة خاصة شوية هي والحائط والعمود لو انا جيت هنا عندي انا فاتح السكند ليفل اللي هو الخطرة خط السكند اهو لو انا جيت عند السكند كده وعملت فلو اي حتة في اي شكل او باي امتداد اهو الارضيات بتاعتك اللي هي هنا بس هجيبها كده شوية اهي هي المفروضة عندك تحت خط القطع لو نزلت بيها لسه طلعة لو نزلت بيها لسه طلعة لو نزلت بيها بعد الـ 1200 هتلاقي اختفت معك اهو كده اختفت 1400 فتنتبه لان الVR البياند ايريا اللي هي بين 3 و 4 لغاية ناقص 1200 هتطلع معك في الحاجة التانية او الكيس التانية لو انا عندي هنا فيه component على الفيس بتاع الارضيه اهو لمبة مش طلعة اطلع مش طلع باطه اطلع مش طلع لغاية امتى لما تيجي عندي خط اللي هو الـ plan بتاعك بقى اللي هو second نفس الشيء بالنسبة ليه الحائط اول ما يعدي الـ 1200 اللي هو الـ VR بتاعك المفروض بيطلع عندك مقطوع لا لازم يعدي بعد الـ 1200 بقيمة 1500 لا 1700 لا 1800 لا اول ما يطلع قيمة معينة اهو بقى كأنه خط كاتربل عشان كده هيطلع عندك في اللوحة بالشكل الحاجة الثالثة وعلى السرية اللي هي العمود الـ column العمود هنا عدى من level 1 للـ level 2 ليه مش طلع كأنه كاتربل او مقطوع لانك لو دخلت جوه العمود هتلاقي اني ليه اصلا view range خاص بيه اهو من الـ view plan الـ ground دوس على الـ VR هتلاقيه كام 4000 مكتوب 4000 هنا في العمود خليه كده 1200 دوس اوكي دوس load into project دوس override شايف اتغير معك فدي ثلاث نقاط لحبيت او الهلك بشكل سريع